مقابلة محدى خادات الجيش الحر في حي التضامن الدمشقي بالحديث عن الأوضاع العسكرية والميدانية والإنسانية في الحي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نحن في حي التضامن كما ترى كل نهار نتعرض لقصف مدفعي وصاروخي وحاون من اللواءة مالو خمسين وكتيبة سفيان السوري والدمار قائم والأمور بيوت مهدمة ومحروقة يوميا في ضرب براميل يوميا في صواريخ هاول قزائب والحمد لله نحن كعناصر وقادات فرق التحرير الشام كتائب براء البوشي مرابطين في حي التضامن ونقاتل على قدم الوساق ولا يوجد عندنا أي صعوبات والحمد لله رب العالمين أمورنا ممتازة قتاليا والعناصر معنويا ونحن الحمد لله جميع من يعمل في هذه القطاعات من أهل هذه البلد سوريا الحبيبة نعمل في قتال مع النظام ولا نريد أن ندخل في أي مصالحة أو أي هدنة أو أي شيء لزل أنفسنا للطعام أو للشراب لأن الحمد لله الله عز وجل يمن علينا من كل شيء ويعصلنا كل شيء الحمد لله رب العالمين رغم الدمار رغم حروق البيوت والحمد لله لا نريد أن ندخل بأي مصالحة أو بأي شيء ولا نريد إلا القتال حتى الانتصار أو الشهاد بإذن الله عز وجل والحمد لله رب العالمين سابتون وباقون بهمة الله عز وجل ونحن والحمد لله لا نريد أي شيء سوى القتال لوجه الله تعالى حتى تحرير المنطقة ولا نسامح أي إنسان صالح أو قاتل وباع دماء الشهداء ونحن لا نريد أن نكون مثل هؤلاء لأننا سابتون وباقون وسوف نقاتل حتى النهاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته